كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أصحاب المعالي والفضيلة أيها الإخوة الحضور المشاركون في ختام هذه الندوة ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصدهما في نسختها الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن المشاركة في هذه الندوة لا يحمد الله جل وعلا على التمام والكمال الذي حظيت به هذه الندوة من حيث الترتيب لها واختيار موضوعاتها ومن حيث مشاركة العلماء المتخصصين في تلك الموضوعات فلقد حظيت هذه الندوة بموضوعات دقيقة في موضوع هذه الساعة موضوع الساعة الذي يتطرق له كل أحد اليوم في كل الوسائل بالمشاركة في دين الله المشاركة في نشر ما يشاءون عن الإسلام وعن القرآن وعن السنة وعن تفاصيل هذا الدين عقيدة وشريعة وأحكاما ولا شك أن ما يضبط الناس هو الفتوى الفتوى التي تجعل المستعجلة يتعنى وتجعل عدم العاقل يعقل وتجعل عدم البصير يتبصر والمقصر في علمه وبحثه يزداد علما وفهما لذلك إني مسرور كجماعة أهل العلم الذين شاركوا بهذا الموضوع المهم الذي ينطلق من الحرمين الشريفين في الفتوى فيهما بخصوصها وهي في الفتوى بعامة في كل ما يتهلق به شأن المسلم لمعالي الشيخ الجليل المستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس الشؤون الدينية المسجد الحرام والمسجد النبوي من الشكر والتقدير والثناء له ولجميع منسوب الرئاسة رئاسة الشؤون الدينية على هذا الجهد الضخم والجهد المنظم والجهد المرتب له في إعداده وإندابه والمشاركات والاختيارات في الموضوعات والمحاور لهم مننا الشكر والتقدير لأن ما اهتم به هو هاجسنا وما نظر إليه وما ننظر إليه في حاجة الناس إلى هذه القواعد والضوابط وإلى هذه الطرق في استخدام الفتوى في حياة الناس بعامة وفي الفتوى في الحرمين الشريفين بخاصة فلكم الشكر جزيل على ما منحتنا من هذه المشاركة والإحسان في الوفادة والإكرام والضيافة فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم السدادة ومزيدا من التوفيق وأن يحقق آمالكم أيها الإخوة لا شك اليوم أن التأثير على الإنسان المسلم وعلى غير المسلم ينبع من ضبط الكلمة فضبط الكلمة في بيان الدين وضبط الكلمة في بيان القرآن والسنة وضبط الكلمة في الفتوى له أثر كبير لأن الكلمة إذا خرجت من قائلها المؤثر في الناس اليوم يتداولها الناس إما شفاهيا وإما أن يتداولوها عبر مسائل التواصل المختلفة التي إذا طارت الكلمة شرقت وغربت ووصلت إلى الملايين من الناس لهذا كان من اللوازم أن يعين بعضنا بعضا في ضبط الكلمة وأن لا نعدو لغة العلم فالعلم له لغة له لغة بها يحترم صاحبها وله لغة في أدائه في أداء العلم يحترم بها صاحبها ويؤخذ عنه بها وتحفظ وتنقل فكلمات العلم إنما تحفظ إذا كانت بلغة العلم وكلما كانت بلغة العلم التي هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تحفظ وتوعى وتبلغ للناس وتنشر فضبط الكلمة أمر مهم في تحصيل المقصود من رفع الحرج ومن بيان الدين في الفتوى وفي الدعوة بعامة الأمر الثاني أننا اليوم نعيش في زمن فيه ضعف كبير في الأمة الإسلامية ضعف في العلم وضعف في القوى وضعف في وسائل التي يستخدمها أهل العلم لإبلاغ دين الله جل وعلا وإبلاغ الإسلام إبلاغا ابتدائيا أو تثريتا لفي نفوس المسلمين أو إضاحا أو إمدادا إبلاغه لا شك يحتاج إلى قوة قوة مادية وقوة علمية وقوة تعاون على البر والتقوى ويحتاج إلى تضافر للجهود ومد الجسور وأن يكون بعضنا عونا لبعض والمشاهد اليوم أن الأمة الإسلامية هي ازداد تفرقها على ضعفها فهي في ضعف بتسلط أعدائها عليها كانت تسلط قديما بغير وضوح واليوم أتونا في معاقلنا وعتونا في هدم جسور الدين في القرآن والسنة فأنشئت مراكز وعقدت مؤتمرات للطان في القرآن وألفت كتب كما كان الأولون يقولون أساطير الأولين ونحو ذلك من الكلام كلام أهل الكفر والفسق والعناد وجعلت مراكز تطعن في دين الله جل وعلا وتطعن في القرآن وأنه تراث قابل للنقد وأنه تراث قابل للمراجعة وأنه ناسب فترة من الزمن وقد لا يناسب كل فترة وتطعن في السنة في روايتها وفي صحتها وفي مدى الموثوقية بزمن نقلها وفي نقلتها وازداد ذلك مع وجود هذه التواصل الحديثة والبرامج والتطبيقات الجديدة وهذا يحتم علينا أن يكون التعاون أكثر وأن نكون على مستوى هذه التحديات للتعاون على البر والتقوى وأن نكون معاولاتنا درءا لكل فتنة يواد بها فتنة الإسلام والفتنة في الإسلام والفتنة في المسلمين في فهم هذا الدين وفي تبليغه وفي وضوحه لا شك أن الفتوى حصن مهيب الفتوى من المفتي حصن مهيب إذا كانت داعية قد يرد قوله فإن الفتوى من المفتي تعطيه هيبة وقوة لأنه أفتى بها فلان تختلف عن وعظ بها فلان أو خطب بها العالم الفلاني لذلك كان للفتوى شديد الأهمية في بعث ما في النفوس من نشر هذا الدين وتبلغه للناس وإذا كان الناس في الحرمين الشريفين يأتون بمئات الآلاف ويتصلون بالملايين من شتى أنحاء الأرض فإن التبعة عظيمة وإن المسؤولية كبيرة في أن نعتني بهؤلاء المتصلين والمستفتين وأن نعطيهم حقهم فلا تدري الذي يأخذ منك الكلمة في التوحيد أو الكلمة في العقيدة أو في الشريعة أو في التحديات المعاصرة أو الكلمة التي تبين فهم سبيل المجرمين اليوم أخذا من قول الله جل وعلا ولتستبينا سبيل المجرمين لا تدري ماذا تحدث من ورائك فإننا نعظم الكلمة ونعظم شأنها فإن القرآن كلام الله جل وعلا وحجة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن وهي تبليغ بكلام الله جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداء وهو يخاطب الناس نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع لذلك الناس ينقلون ما يسمعون فحري بنا أن نكون مجتهدين في بدل الكلمة للناس وأن نعطيهم بسطة من الوقت وبسطة من الإضاح حتى يفهموا الحق لأنهم سينقلونه إلى من يلقونه أسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده خيرا وأن يجزي الإخوة العاملين في رئاسة الشؤون الدينية المسجد الحرامي والمسجد النبوي خير الجزاء على ما أولنا من رعاية واهتمام ولأصحاب الفضيلة والمعالي المشاركين في هذه الندوة في جميع محاورها ولمقرر الجلسات لهم من الشكر والتقدير على والعرفان على ما أنجحوا فيه هذا المنتدى الإسلامي المهيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا للمعاليكم شكرا للمشاهدة